ورحمة الله وبركاته. دكتور رحمة شريف معاكم وبإذن الله تعالى في الجزء دوت. هنبدأ نحل الانتحان رقم اتنين عندنا وهو امتحان سنة عشرين واحد وعشرين الدور الاول. نبدأ مع بعض كده ونشوف بالاسئلة اللي جات في الانتحان دوت عاملة ازاي? شابتر وان شابتر تو شابتر سري هو الهدف من الفيديو ده. هنبدأ نشوف اسئلتهم مع بعض. طيب طبعا كان في الجزء اوليني. اكيد انت اتفرجت عليها عشان تفرجت على الجزء التاني دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال زي ده جيه قبله. جيه في الانتحان التجريبي كابي بيست هو هو. بس باختلاف الفكرة بس سوري. باختلاف الصيغة بس نفس الفكرة. هو جايب لك ان هو بيتكلم على بس خلي بالك ان النموة تحها بيقل. معنى ان هي بيتقل يا دكتور ما ما لقتش حاجة تمسك تانية هي ماتت. يبقى ديت ما لقتش ما لقتش تمسك تيه. بحصل لها خلاص التانية كان زيها بس سكات واحدة بتكبر واحدة ما بتكبرش. طيب السؤال التاني برضو من درس اه العظم. جيقول لحضرتك عندهم نفس نوع بتشو. يعني ايه نفس نوع بتشو? يعني الاتنين زي بعض اتنين ماصل اتنين بون وتابر. وعدين بيقول لك زد بيربط ما بينهم. طب انا يا دكتور خدت حاجة بتربط? اه خدت طبع. خدت اتنين بيربطه. خدت وخدت طين دون. طب انا يا دكتور اشتغل على الانهي واحد. بص يا باشا. الليجامنت بيربط بون مع بون. التندن بيربط بون مع ماصل. وبقى بيقول لك اتنين نفس تشو. يعني لازم تبقى دي بون ودي كمان بون. واللي يربط ما بينهم يبقى ليجامنت. اه بقى ما بيسألش اصلا على زده وبيسأل على اللي هو الفراغ او الحتة اللي في النص بين العظمتين. طبعا اللي بين العظمتين دايما بين كل عظمه اتاني بيبقى فيه فراغ اللي هو اسم ايه? اسمه طبعا انا اخترتها العدة اسباب. اول انا انا استبعدت ماصل. فيش ماصل اصلا في الرسمة. ما فيش تندن ما بين عظمه وعظمه. اللي جامنت هو زد. فهو انا هستبعد زد خلاص. يبقى فضل لي الجوع. طيب السؤال اللي بعده جاب له حضرتك رسمة برضو من وبيقول لك هنا هو ايه اللي هيحصل او ايه اني حاجة من دول بتوضح دور الكالسيان. ده سؤال يعتبر مباشر. ليه مباشر? يعني انا كده كده عارف الكالسيان بيعمل ايه? الكالسيان يا دكتور كان فيه مسدس كالسيان. لو كان اسمه كالسيان بامب. كالسيان بامب دي كان بتعمل ايه? كانت موجودة في النيرف. ليه هنا هو? ليه كان بتفرق على البلالين دي عشان تخرج الاسيطاء الكولين. فالكالسيان له دور في النيرف. يبقى الكالسيان معانا في رقم واحد. يبقى واحد. طيب فضل لي بقى اتنين وتلاتة واربعة. انا معايا واحد واربعة يا واحد بس. طب اربعة دي فيها ايه يا دكتور? تعال كده اشوف فرق بين تلاتة واربعة. تلاتة في مرحلة رقم تلاتة. بعيد يعني اللي اخضر والاخضر بعيد عن بعض. هنا اللي اخضر والاخضر قربوا من بعض. يعني حصل طب يا دكتور هو انا خدت في المنهج عندي. ان الكالسيام له ضعو بالكونتراكشن. قدي مكتوبة بالنص في الكتاب ان الكالسيام هو بيساعده عشان تشد الاكتين ناحية بعضه هيحصل يبقى كده الكالسيام بساعدني مع النيرف وساعدني كمال مع المصل تبقى وان وفور. طيب السؤال اللي بعده برضو بيقول لك ماذا تعني كلمة ان المصل بتاعتها وخلي بالك كلمة دي مكتوبة في الكتاب بالنص. لها يعني ده سؤال مش اعجازي. سؤال في الكتاب بالنص. فيها خمسة وسبعين يعني ايه الكلام ده? هاي دي يا دكتور كانت تبقى رسمة كده هو. وخلايا عضلية. مصل كانوا بيقوا من خمسة المية. طب هو ايه لك خمسة وسبعين هو? يعني كده جواها من جواها خمسة وسبعين. مصل اعتقد موجودة في الاختيارات اهي. خمسة وسبعين مصل اهي. واحد قال لي دكتور طب ما في واحدة تانية تحت هي ان عدد اللي بيصاب لاي خمسة وسبعين. لا مش صح. ليه? اولا نمشي معها واحدة واحدة. هو الواحدة. اليونت الواحدة. بيجي لها خمسة وسبعين تفرق? لا. بيجي لها تفرق واحد. طب. هل في خمسة وسبعين نيرف? لا هو بفوت اصلا الرسمة دي كلها كلها من الكتاب. بيجي لها نيرف واحد بس. ونيرف ده هو اللي بيتفرق. بس هو كام نيرف? هو نيرف واحد. بهم مش خمسة وسبعين نيرف ولا. هو نيرف واحد بيغزي خمسة وسبعين خلية. خمسة وسبعين موصل طب. معاش يقول لي من خمسة لخمسة وسبعين. هو كاتب لك ايه بتبقى من خمسة لمية. هو كاتب لهم خمسة وسبعين. موما خمسة وسبعين على طول سبتي. طيب اللي بعدها. برضو شاب تروان يبقى كده بيخلص ليسألة شاب تروان في الاول عشان نخلص. اني جملة من دول تعبر على الحدوث اجهاد. السؤال ده انا قلت لك عليه فكرة في اللي قبله. الاجهاد يا جدعان اولا واحد عنده ناصف الاكسجن. ناصف الاكسجن دول. هيخليه طلع فاقة قليلة. وبما ان الجسم بيطلع طاقة قليلة لان هما اتنين هلازم نستهلك سكر كتير. لازم نكسر سكر كتير عشان نحاول نطلع كمية طاقة. فاحنا هنا هون هنمشي مع بعض واحدة واحدة. سرعة استهلاك دي صح. انا قلت لك عند الاجهاد قلت هالك قلت لك عشان كده قلت لك اللي بتحنات دي تكتب اللي انا بقول عند الاجهاد الاكسجن بيكون قليلة. طب الاكسجن قليلة يعني الطاقة تبقى اتنين اتي بي. فما دي طاقة قليلة فالجسم يعمل ايه حاول يكسر سكر كتير عشان يطلع طاقة اكتر. يبقى بيبقى في استهلاك عالي للطاقة صح. استهلاك عالي قصد للجولوكوز صح. دي صح. طيب اللي بعد كده بقى. نقص استهلاك الجولوكوز لأ نقص دي غالب. سرعة تكسير اللاكتك اسد اصلا انا مجهد. ما عنديش اكسجن. زيادة الطاقة? لأ ما انا لو عندي زيادة في الطاقة ما كانش اصلا بعندي اجهاد. ماشي? طيب اللي بعد كده. كاب لحضرتك عضلة وبيقول لحضرتك الجراف ده بيوضح تغير فطول الجسترونيم يسماصل اللي ايه عضلة السمانة اثناء نفس الشخص. يا دكتور نفس الشخص. يعني نفس العضلة. بس خدت بالك من حاجة في الكيس بي اللي هو بيطلع وينزل دهو. مش احسن حاجة. عكس كيس ايه? هتلاقي بص الكونتراكشن بص مدغضة في الدنيا. مولع الدنيا. طبعا الكونتراكشن في ايه? اعلى من بي. يعني العضلة بتعمل مجهود اكتر او بتتحرك اكتر. فيما نيجي يا را اختياراتنا بقى. هل تقدر تتوقع المسافة اللي الشخص دوت ميشيها في الحالتين? يعني هل ينفع دكتور اقول ان هو في الحالتين ميشي نفس المسافة? لأ طبعا ليه? ما انت اديك المسال على ايدك بلاش رجلك يا عمي عشان انت مش متخيل. ادي ايه? نفس العضلة ايه? نفس المحمود ونفس العضل. لو عملتك كده هو. ده صح? طب ارجع تاني بقى. لو عملتك كده هو. اكتر. حركت ايدي اكتر. بدأ محرك مصد حركة? حركت حركة كاملة. يبقى كل ما يبقى اعلى. الحركة تبقى اكتر. يبقى بتاعت ايه? اللي هي جامدة? اكتر من بي. ايه? اكبر من بي. مش قد بعض. طب الا بعد كده. ده سؤال برضو فكرته متكررة. بتاع البلاند يا يا وانا قلت لك وحنا بنشرح. ومعلومة في الشرح ومعلومة في الامتحان اللي قابلو. بيعتمد على المايا اللي بتخشه وتطلع يعني بيزيده وبيقلي. لما تسابت. يبقى اللي سابت ده واللي بيطلع وينزل ده طيب نبدأ نشوف بقى مع بعض كده اختياراتنا. صبرت ايه بيعتمد على الفيسيولوجيكال مش بيعتمد على بيعتمد على السفاكية. غلط. صبرت ايه بيديك نشافان? لأ. اللي بيدي اللي هو بيه. برضو غلط. صبرت ايه مؤقت بينما بيه برمانت? ايبا دي صح. طب برضو تكملت شابتر وان شخص بيه واقف اسناء توقف المترو. ده سؤال او تجريبي او واقعي. انت بباشا ماشي اركب المترو فجأة المترو وراح فرمل. بس انت فضلت واقف يعني متوازن. يعني ما تدلقتش لقود ده. فضلت واقف. طبعا ايه اللي فضل ميثبتك? يا ايدك مسكة بحاجة? يا رجلك نشفى على الارض. طب ايدي ورجلي دي يا دكتور اللي هما اي يعني? اللي هما اسموس مصر? لا الاسموس دي في الدم. طب كاردياك دي في القلب. طب اهي اهي اهي. ما هي دكتور العضلات الاراضية? العضلات الاراضية دي اكتب بقى ان هي عضلات ايدي ورجلي اللي هما اللي هي العضلات اللي مسكة في العضل. هي دي اللي هتخليك تفضل وقت مكانك وسابت. انت واقف برجلك يلا مسك بايدك. والاتنين مسلس. طيب رقم تسع عايز نوع كده دخلنا على شابتر تو. عايز نوع بتاع الاجزو والاندو كراين جيلاها عند بتاعة البانكرياس طيب البانكرياس يا دكتور اهو. كان فيه حوارين. كان يقول له البانكرياس ده مكسد مكسد ليه? عشان بيطلع حاجات بقى الدم وحاجات بره الدم. طب ايه اللي يعني ايه اللي اثر على البانكرياس? ايه اللي نشط البانكرياس? فكان عندنا معلومة بتقوم. بص يا باشا. كان فيه تحت هنا سمول بتطلع هورمون اسمه السكرتين. والسكرتين ده بنشط البانكرياس. تروح ما طلع من اينهو كده اهو? بنكرياتيك جوس. اجزو. لان البانكرياتيك جوس ما بيمشيش في الدم. يبقى مين اللي نشط الافرازات الاكزو? السكرتين هورمون. يعني السكرتين هورمون. نشط البانكرياس عشان يطلع البانكرياتيك جوس اللي هو برا الدم. يبقى اول حاجة هورمونال استنيلاي. هناك مؤثر من الهورمونات. هورمون. طب الاندو بقى البانكرياس اندو ده اللي هو ايه? اند البانكرياس يروح مطلع لك في الدم هورمونات اللي هما مين? اللي هما الانسولين والجلوكا جو. السؤال المهم. دي هورمونات يعني ماشي في الدم. مين اللي بيزبط يا دكتور الهورمونات دي? هل انا اللي بقول البانكرياس طلحها? لا. امتى الهورمونات دي تطلع? دول بيطلعوا عشان يزبطوا السكر. يعني اللي خلهم يطلعوا السكر. سواء قال لا او زاد. لو السكر قال طلع يزوده. او لو السكر زاد اطلع الانسولين يقلله. يبقى ليه بيتحكم فيه الهرمونات? هي مادة موجودة في الدم. اللي بينكسين الجولوكوس. يبقى جبتي سؤال في فكرة مش سهل. والسؤال اللي بعضه برضو مش سهل بس احنا قلنا في الحصة. بيقول له حضرتك دي رسمة السيرويت جلان. طبعا السيرويت دي من قدام ولا من وراء? رسمة دي طبعا من وراء. ليه? انا قلت لك وانا بشرح في الحصة. السيرويت فصين. لو بصيت من قدام هتلاقيهم من قدام عاملين كده هم. فصين مسكين فبعد. انما لو بصيت من وراء هتلاقي يا باشا في القصبة الهوائية اسمها نصين. ادي قصبة هواية اسمها نص ونص. فهو بيقول لي في السؤال ايه اللي يعرفني? مين اللي يعرفك ان الرسمة دي منظر خالفي. انا قال لي منظر خالفي عشان انا مسلا شايف البراسايرويت. اقول له بس انا انا ببصيت كده. مش شايف البراسايرويت. براسايرويت مش صح انا مش شايفها. طب عشان لونها احمر طب ما هي لونها احمر من وراء ومن قدام. يعني اقول له الله احمر هو اللي هيعرفني هيا من وراء. لأ. طب وجود البلالين. طب ما هو في بلالين من وراء. طب ما انت لو بصيت من قدام برضو هتلاقي في بلالين. بجي الحاجة المميزة. المميزة ان الفصين مش انت لو بصيت من قدام هتشوف الفصين مسكين مع بعض. انا ما لو بصيت من وراء هتلاقي التراكية في الاول. فالتراكية هتبلى كانها ايه? كانها فصلهم اتنين. طيب. الا بعد كده. آآ بيسألك على دور مستر كلاود برنورد في اكتشفاته الهرمونات. طبعا الراجل دوت سؤال مباشر. الراجل ده درس الليفر وقال لك ان الليفر بيطلع حاجتيه. بيطلع باية جوز. هذا هو الاكزو. وبيطلع في الدم واعتبر الجلوكوز ده اندو. فهل هو اعتبر الليفر اندو? لأ. طيب. هل هو وضح ان فيه افرازات مختلفة? اه. دي صح. فيه على فكرة جملة تانية صح برضو ان هو السؤال ده كان عليه مش شاكل في الامتحان ان هو اعتبر هو على فكرة اه كلاود برنارد اعتبره فعلا. لان هو قال ان والجلوكوز ده اندو. هو قال لك ده اكسترنل سكريشن وده انترنت سكريشن. يعني ده معنى ان هو تبقى لكلامه هو. فالجملة دي برضو صح. بس هي علميا غلط. فعشان كده احنا يعني الموضة الانسر نزل لنا به. وقال لك بيها اللي صح. على اعتبر ايه? اللي اتنين صح. بس هو مش مكسد. فانا مش هنفع اختارها فهقول لا والله الجملة دي صح في الكتاب وفي العلم. ان هو قال ان الليبر بيطلع افرازات متنوعة. بيطلع سكر في الدم ويطلع بقى الجوس برا الدم. طيب. سؤال اتناشر جايب لحضرتك هنا هو. والالدوستيرون. طيب تعال نمشي مع بعض. عالي. عالي. والالدوستيرون كمان عالي. اعلى من النورمال. فلازم تفكر معايا. هو مين اللي بيطلع الاسي تي اتش. يعني كده الاسي تي اتش عالي. فالاسي تي اتش دوت لما زاد راح منشط الادرينا الكورتيكس راح اتمطلع بكثرة. يعني كده الادرينا الكورتيكس اللي هي بتطلع الالدوستيرون دي. هل هي طلعته زيادة من دماغها? لأ. ما ما زايد يبقى كمان زايدة. يبقى شغلة بكسرة. يبقى نمشي مع بعض بالراحة. هل هناك اضطراب في الادرينا الكورتيكس فقط? بص. لو الادرينا الكورتيكس بس اللي بايزة كان الرقم بتاعدها يبقى غلط يعني بايز بس الرقم ده كان يبقى مصبوط. بس الرقم ده كمان بايز بقى المشكلة مش في الادرينا الكورتيكس انلي. مشكلة كمان في البيتيتر. الادرينا كورتيكس. عملت رد فعل. للهايبر اكتيبتي اف سابتيتر يعني كانت نشاطها عالي. فده اثر على ايوة صح. ماهيه? عرفت منين ما هو عالي. ما هو اللي بتطلع فمعنى ان هو عالي ان شغاله بكسره. طبعا الاتنين دي غلط لان اصلا الرقامين الرقامين عاليين. بس الادرينال هيا اللي بايزة برضو غلط. ليه? لان لو الادرينال بس اللي بايزة تبقى المشكلة في الهرمون اللي تحت بس. هي مشكلة في اللي فوق وفي اللي تحت. خلاص? طيب. اللي بعد كده. باحد عمل اسؤال ده سهل. عمل تغير طول النبات بعد وقبل ما نشيل اولا دي اللي بتطلع طب انا دلوقتي يا دكتور قبل ما نشيل كان فيه والاكسنز بتخلي النبات يكبر. يبقى المفروض ان الكلاف هيزيد اهو هيزيد اهو. طب يا دكتور ده بيقل بيقل ده غلط. دي بتزيد برضو. ودي بتزيد برضو. المفروض بقى افطر يعني بعد ما شيل الجروهنج ستتوقف فالنمو سيتوقف. يعني ايه سيتوقف? يعني طول النبات هيوقف هيوقف يعني هيقصر? لا مش هيقصر. هيفضل زي ما هو. هيفضل زي ما هو يبقى هيزيد دي غلط. هيفضل زي ما هو بقى ايه اقصر? مفيش حاجة اسمها اللي الطول بيقل. يعني فيش حاجة اسمها شجرة هتقصر. يبقى الصحة هي دي. خلاص? طب اللي بعد كده. جايب من سؤال مباشر مفروش حاجة. هرمون بيزيد والعملية بتقل يعني ده معناه كده ان الهرمون بيوقف العملية ده او بيقلل نشاطها. يبقى هو طب لو جاب لي هرمون بيزيد والبيتال بروسس بتزيد. يبقى هو الهرمون ده بينشاطها طب لو جاب لي هرمون بيزيد بس العملية ثابتة. يبقى هفنوء. خلاص? طب لو جاب لي هرمون طالع ونازل. عشان العملية تفضل زي ما هي. يبقى ده كده هو بيزبط العملية. خلاص? هنا عندنا اسئلة بقى ايه? بيقول له حضرتك تين وعين من الكائنات الحية ايه وبيه? فيه. وبعدين بيقول له حضرتك ادرسهم وقل لي. عدد الافراد هنا بتزيد. يعني ده عايش في ظروف كويسة عمال يتكاثر والدنيا مهلبية بالنسبة. هنا عدد الافراد بيقل يعني ده كده داخل على مرحلة فيلا بينا نشوف ايه الفرق ما بين ايه وبي او ايه اللي يفرق ايه عم بيه? هل الظروف كانت غير مناسبة لاستمرار ايه? بالعكس ده عدد افراده بيزيد. هل بي بيدور على استمرار يعني بي بيسعى الى استمرار الافراد بتاعته? هو بي يا دكتور بيسعى الى استمرار افراده? لا ده بيه افراده بتقل. غلط. طب بيه بينتج ناس لاكتر من ايه? يعني هنا الانتاج اكتر من هنا? لا برضو. طب الظروف مناسبة لاستمرار ايه? اه يا باشا بص سليتر ايه بص اهو? عدده عمالة بتزيد. يبقى هيفضل مستمر في الحقيقة. ستاشر. ايه سبب ان بتاعت الاكواتيك تورتل لايه في المية في المية. بتطلع متين بيضة بينما بتطلع تلاتين بس. اولا مده ما قال اكواتيك انت كده كده عارف ان الكيانات المائية بتطلع بيت كتير علشان ظروفهم اصعب. علشان ظروفهم اصعب. بين في الاختيارات ظروفهم اصعب اهي. واحنا كنا قيلين قبل كده ان الكيانات المائية بتخلف اكتر من الكيانات الارضية لان الكيانات المائية سهل انها تتاكل. فبالتالي مما انها تتاكل بسهولة لازم تتخلف كتير او طلع بيت كتير عشان ما طن طيب اللي بعد كده عايز الاختلاف ما بين والتكاثر بتاع السمك طيب نمشي واحدة واحدة ده سكشوال وده سكشوال لو السمك بيعمل سكشوال برضه يبقى نوع ده مش اختلاف مش اختلاف طيب بما ان الاتنين بيعملوا سكشوال الاتنين هيكونوا زايجوت يبقى ده برضه مش اختلاف طب عدد الافراض ده بيحصل ما بين اتنين والسمك لازم برضه اتنين رجل وست يبقى برضه عدد الافراض ده مش اختلاف الظروف اه ليه لان ده بيحدث في الظروف الصعبة اللي هي بينكو صين الجفاف عكس يا دكتور السمك ده بيتقاصر في الوقت اللي فيه في المكان اللي فيه مية في الووتر يبقى هي اللي ايه هي اللي اختلافة بيها خيب اه سؤال ده زاكي قوي 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 ليه بيقول له حضرتك انا عايز اطول فترة ما بين اتنين في الخلايا اللي تحت دي اطول فترة تعالى واحدة واحدة عشان تتحول لأوبم امتى تتحول لأوبم لما هيجي سبيرم اثناء عملية يعني الموضوع ده مرتبط بوجود صح ولا غلط صح والسبرم هيجي هيجي طب نكمل البرائماري جيرميسل والاو او جونية من البرائماري جيرميسل للاو او جونية يحصل انكسام واحد اللي هو ما يتوظل طب من الاو او جونية للسكندري او او صايت هنا في لعبة ليه لان من الاو جونية مستبقى خلي بالك الحيطة ديات زكية قوي ان الاو جونية بتتحول الاول لبرايماري او او صايت ده في مرحلة ما قبل يعني ايه ما قبل يعني والستة عندها سنة سنتين تلاتة اربعة لحد اتنشر سنة ولما تتم اتناشر سنة دي تدخل مرحلة وتتحول يعني انا دكتور عشان احاول الاو جونية ديت انا مش مستني يوم او او شهر ده انا مستني ستبتة تاب لوكو مستني ستبتة من اول ما تتولد لحد ما توصل الاتناشر سنة عشان الاو جونية تتحول لسكندري او او صايت يبقى اطول فترة هنا هو اللي هي الفترة دي ليه لان الاو جونية كانت انما دي افطر دي انا هستنى لحد اما ستبتة تتعدى اتناشر سنة وتبلغ عشان احاول دي ليه دي الباقيين كلها تحولات بتحصل لحظية يعني ايه لحظية يعني عادي هيجي لها مسلا النهاردة او بكرة ما هيك هيك هي بتعيش يوم او يومين فيعني لو جي اللي سبير من النهاردة او بكرة هتتقسم يعني هتتحول في يوم او يومين من دي ده انكو سام واحد بيحصل في ساعتها مش مرتبط بمتيوريشن اخر واحدة او او جونية نهاية بتخزن اكل وتكبر ده مش محتاج اصلا حاجة خلاص اللي بعد كده جايب لك سؤال من وبيقول لك انا عايز بتاع زد طب تعالي نعرف بس الاول زد دي ايه ده زايجوت اتقسم اتنين اسمهم بلاستومير والبلاستومير يبقى اربعة اسمهم موريولة والاربعة يبقوا كتير برضو موريولة موريولة دي كان بتنزل في اليوترس بعد اسبوع هو في السؤال تلع خذوه وقال لك طب ده قبل اسبوع قبل نهاية الاسبوع طبعا يا كده لسه ما نزدش في اليوترس بس فين بس في الفلو في انتيوب هنا هوت يبقى مكان هافين دلوقتي في الفلو في انتيوب بس طبعا مش في اول حتة في اخر حتة لان هي خلاص احنا في اخر الاسبوع يعني هي خلاص ها تنزل طيب سؤال عشرين بيقول لك نوع التوائم عشان تقدر نوع تعرف نوع التوائم انا قلت لك على طول بتعرف منين تعرف على طول من البلاسنتا لو في اتنين بلاسنتا يبقى هما لو هما بلاسنتا واحدة بقى دول على طول قعد قال لي طب انا ممكن اعرف من من الكياس لأ لانا ممكن تلاقي اتنين كل واحد في كيس مختلف بس تشايلين نفس البلاسنتا يعني ممكن يبقى فيه طفل كده وطفل كده هو بس البلاسنتا اللي برا واحدة فدول كده بس كل واحد في كيس لوحد عاجل مش شرط خلاص طيب ست عملت عملية يعني قطعت وبعد اما قطعتها فكرت ان هي عايزة تخلف هينفع اه طبعا سهلة جدا قلناها ان لو اتقطعت ممكن ناخد برا ونعمل طفل انابيب اللي هو سؤال سهل ما فيوش حاجة طيب سؤال اللي بعده بيقول له حضرتك انا عايزك تقول لي الدور الاساسي بتاع ايه? طب تعال نشوف كده يا دكتور هو ايه ده اصلا? هو ايه ده? ايه الحتة? ايه الحتة الخضرة دية? يعني الحتة الخضرة دي اللي هي ايه اصلا? لما جينا نبص كده هو ادي اخضر 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 اخضر. الجزء الاخضر الصغير ده اللي هو الكيليكس. فانا كده كده عرفت الارو بيتكلم عن الكيليكس. ابدأ ارجع اقرأ سؤال تان. انهي رسمة من الاربع رسومات شو سؤال ده صعب? انهي رسمة من الاربع رسومات بتوضح الدور الاساسي طب انا عارت الكيليكس احافظها. الكيليكس بتعمل بتحمي الاجزاء الداخلية او الاجزاء السفلية للوردة. طب انهي رسمة من دول الكيليكس لها الجزء الاخضر كان بيحمي. في البتنجانة ما بيحميش. اخدنا في الوردة. هنا الكيليكس صغنانة قوي باينة تحت. هنا الكيليكس صغنانة قوي باينة تحت. هنا الكيليكس بص انا عايز اعمل لك زون اين عشان تشوفها. بص هنا الكيليكس عاملة ازاي? مقفلة على الوردة. مقفلة يعني مفروضة لفوق. هنا نزل تحت وهنا نزل تحت وهنا هنا محولة على البتنجانة. هنا مقفلة الوردة كاملة. يبقى الوظيفة بتاعة الكيليكس تظهر بشدة في رقم اتنين. ان هي الكيليكس هنا مقفلة عاملة للفلاور يبقى هنا بتعمل هنا ما بتعملش لان هنا ما فيش دي كده فروت دي كده صمرة هنا ما بتعملش ان هي مفروضة لفين? مفروضة لتحت. خلاص? ده سؤال من الاسئلة اللي يعتبر في نتحان سؤال صعب. قوي. وده اللي انت لازم بالبالة دي كده تبص بالراحة وتشوف انا ممكن احله ازاي. خاني بقى نعمل زوم اوت. وتبقى كده رقم اتنين. طيب السؤال اللي بقعده بيقول لك راجل وست كانوا متأخرين في الحمل. راجل ست ما حملتش يعني. وبعدين لما جينا نكشف على الراجل لقينا ان بتاعته بتموت قبل ما تخرج من الجسم. نتيجة غيابة تغزية. خلصت. خلص الكلام. ليه? لان انا عارف اللي بيغزي حاجة من اتنين. يا خلايا اسمها سير طولي سال. يا ايه لسيمينال بسكل. ايه واحدة ما دول في اختارات خلاص اختار. عندي يا دكتور في الاختارات سير طولي سال. شكرا. ما عنديش ديك انا بعندي سيمينال بسكل. قد قال لي طبعا فاش اختار بروستيت. لأ البروستيت مش الواصفة الاساسية بتاعته التخزية. البروستيت الواصفة الاساسية بتاعته انه بتعمل عشان الاسد اللي في اليوراس. هنا جاب لي حضرتك بلانت. خدنا منه سل. حطناها كبرة عملة نبات زي ده. طبعا دي وش انت مغمض على طول. وش انت مغمض ده. طبعا انا بعمل ليه? طبعا هدف الاساسية ان انا باخد بكتره بسرعة عشان احل مشاكل الطعام. يعني لو عندي اي نقص في اي حاجة غزائية اخد جزء منه وازرعه في الكوكونات ملك والكوكونات ملك هات ايه? هتخليها تكبر. طيب. ايه الهدف الاساسي? الهدف الاساسي? زيادة طول البلانت هل النبات هيتطول اكتر من كده? لأ? هيتطلع زيه هو هو. هونتج افراد او صح. انا بعمل التكنيك ده عشان هونتج افراد شبه بعض? لأ انا بعمل كده عشان اصرع وحل مشاكل الطعام. يعني دي جملة صحيحة بس مش ده الهدف الاساسي. مش ده الهدف الاساسي. طبعا دي غلط. لان انا اصلا بيطلعه شبه بعض لاني ده ايه? وهنا ده اللي يلقبطني في الامتحان. لما يجيب لك سؤال فيه جابتين زيه بعض? وبيسألك الهدف الاساسي. مش الاساسي ان انا خليهم زيه بعض. الاساسي ان انا اصرع النباتات النادرة. اصرع النباتات الكويسة. احل مشكلة الطعام في اقل وقت ممكن. الا بعد كده بقى سؤال سهل من من جايب لك البلهاريزيا بيقول لك ان البلهاريزيا دي تبص بقى معايا كده هوت. البلهاريزا انت مخطهاش. طب يقول لك ان هي بتعمل ايه? بتعمل وبتعمل طبعا ده وش على طول يعني ما تتخضش من كلمة اصحنا ما خدناش بالهاريسي. ايو انا بدور على كلمة بس. طب يقول لك اهمية هزي الفينومنا ده كده سؤال اصبح مباشر. لان انت لو مذاكر اهمية عندك في الكتاب ان هي بتعمل بيزود العدد والسكشوال بيعمل بيعمل تنوع في الجينات عشان اللي كان يعرف تتأخلم مع الطبيعة. اهي اتلتر سين. زيادة عدد الافراد بسبب والجيناتك بسبب السكشوال. ستة وعشرين. آآ مراحل تاكوين اوفيول اوفيول يبقى احنا في الفلاور طيب هتعمل ايه الاول? كان بتعمل تسؤال مباشر بار. كان بتطلع اربعة تلاتة بيموتوا والربعة اللي فيهم كان بتتقسم تلات مرات عشان تطلع في الاخر خالص تمن خلايا. تمانية كانوا بيجو تلاتة تحت. وتلاتة فوق واتنين في النصف. اسؤال مباشر. مفوش اي احوارات خالص. هتختار ليتر ايه مايوزز. يبقى احنا هنختار مايوزز هي. خالص يبقوا تمانية اهي. سؤال مباشر مفوش حاجة. هنا بيسألك انهي فاكهة من دول تختلف عن الباقي السؤالة لما جيه في الامتحان. الناس قاعدة تفكر وتقول لك ايه ده? كابل لنا تفاحه وطماطم ومانجة وبرتقان. طب انا عارق مين مين اللي مختلف? وبدأت الناس تستخدموا وتقول لك ايه? اختار الطماطم. اصدوه الفاكهة ودي خضار. عن الطماطم اصلا فاكهة برضو. واحد قال لك اسطو كلهم لونه محمر وديت لونها مش حارك ايه? كل ضعبة. سؤال مباشر. ده سؤال ساهل. ليه? احنا عندنا في المنهج في حاجة من دول زكرة او فيه. الوحيدة التي زكرت في المنهج التفاح الابل. وذكرت الابل في الفولس فروت. وكان يقول لها داك الفولس فروت دي الفاكهة. اللي الاكل مش هيتخزن في الاوبري. هيتخزن في حتة تانية اللي هي. فكان دي حالة سستائية حالة شزة. فدي اللي مختلفة عنهم بكل جدارة وبكل سهولة. كل دول الاكل بيتخزن عادي خالص في الاوبري. دي الاكل بيتخزن في حتة لوحدها ومكتوبها في الكتاب اللي هي ريسبتك. طب ست ستة حامل في الشهر التاني في توقم عملت صنار عشان تعرف نوع الطفل. الدكتور قال لها ان الطفلين ولدين. ايه السبب اللي خلى ست تبقى حامل في هزا التوقع. طيب نمشي واحدة واحدة. هم يا دكتور دول ولدين. ولدين دول يبقى نمشي كده واحدة واحدة بقى. ولدين دول يعني احتمال يبقوا ايدان. احتمال وحد اي Parentale يبدوكم مش اكيد لأ طبعا ما ممكن نبقى ولدين شبه بعض او ولدين مش شبه بعض. فلنемشي واحدة واحدة. هل اوفم جالها تنين? لا ده غلط. ده فجر ده. مش حاجة اسمها اوفم جالها تنين زرون. اوفم جالها تنين وقولنا ايه? اتفرق. طيب. هل جالها واحد ممكن. لو جالها واحد وبعد كده تفصلت ممكن تطلع اتنين شبه بعض. يعني ده احتمال كويس معانا. طيب هل اتنين واتنين في السكس كروموسوم? ايه هما السكس كروموسوم اللي هما الاكس والواي? لا. لان هما لو في السكس كروموسوم هتطلع واحدة بنت وواحدة ولد. هو هنا بيقول لك ولدين. يبقى دي غلط. طبعا واحدة واتنين دي غلط. مش حاجة اسمها اصلا اتنين مع اوبام واحدة. هي كل اوبام بيجيلة واحدة فبالتالي الفضلة معي هي لو كان عندي اتنين اوبام وفرتلازين باتنين نفس الكروموسوم نفس كروموسوم كنت اقول لك وردو دي تنفع صح? طيب من اول هنا بقى خلاص ده كده هنتحل هنتحل الحاجات دي في شابتر فور. فده كده هاشتاج عليه. ده شابتر فور برضو اعتقد الباقي ده كده. اه يعني كل ده كده شابتر فور هكمل بس اتأكد. ان شاء لو في ايه حاجة فايتانة شابتر فور ثواني. اه شابتر فور خلاص بعكدين ايه? والامتحان ده الكتاب مرتب الاسئلة بتاعته. فكده احنا وصلنا الى نهاية. اه كان الامتحان ده خلص. فكده الامتحان ده هو خلص وهنبدأ بقى ان شاء الله تعالى. الامتحان اللي وراه. في فيديو تاني ان شاء الله تعالى. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.